بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم اخواني الكرام مرة اخرى. نهرة دا نتكلم عن او تعدد الاشكال. طبعا احنا اخدنا واحنا مش حاسين. وده لان انا كنت عايز اعمل ده عن قصد وتعمد ليه. عشان نقدر نستوعب يعني ايه لما اجه اشرحه. نبدأ ايان فكرة او تعدد الاشكال. هي بتشتغل معانا في اكتر من وجهة واكتر من الصيغة واكتر من اسلوب. وممكن نتعامل معاه على اساس انه هي كلاس او على اساس انه هي مثل. لكن هنهدي مثال فقط على المثل ولما نيجي ليه او 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 بي مع دافا بيز حنشوف برضو البالي مارفزم بشكل تاني خالص. لكن خلينا نجي هنا اقول انه هعمل كلاس رئيسي هسميه اوكي. الكلاس ده هيكون مسلا وهيكون عليه مثل هقول ان البابليك فونكشن وهقول اه ميك ساوند. انا هقول ان الحيوانات بتصدر صوت. اوكي. فهقول ايام ان انيمال. ممتاز. هاجه اعمل كلاس تاني. وهقول مسلا انه هو كات. عظيم. وهكستاند الكلاس ده من الانيمال. عظيم جدا. فبالتالي لو جيت اولت ان انا هعمل ميك ساوند مرة تانية هيحصل ايه? هقول ان انا بسان القطة عندي بتصدر صوت مواقع. فبالتالي انا عندي هنا اتنين كلاس. عملت اوورايد. اوورايد ان انا لما هاجه هشتغل على الكات لو الماثود دي مش موجودة على طول هيجيب لي ان هنا ايام ان انيمال. فبالتالي لما اجي هنا اقول ان انا عندي انيمال اوبجيكت. او هقول كات. خلينا اقول كات. وهقول نيو كات. عظيم. لما اجي هقول له ايكو الميك ساوند اللي موجودة في الكات. هيطلع لي ايه? هيطلع لي الصوت بتاع القطة. لكن لو جيت حزفت الماثود دي خالص. هيحصل ايه? هيجيب لي الماثود اللي في البيرنت. ليه بقى? لان دي البالي مارفزم. اي ان الماثود هنا تم استخدامها عشان ان الماثود دي مش موجودة. يعني ادى الاولوية للماثود اللي موجودة في البيرنت. لكن في حال انه هو حصل عنده انه لقى الماثود بتاعة الكات موجودة هيشغل لي الميك ساوند اللي في الكات. يعني ادى الاولوية للكات. دي فكرة من ضمن الافكار بالبالي مارفزم. فبالتالي كذلك الامر ممكن ده نطبقه مع الايه? مع مثلا هنا البرو بيرتي. فبالتالي لو جيت هنا انا حطيت خلينا اقول ان انا عندي اتنين برو بيرتي وهاجي هنا هقول ان البرو بيرتي ده هقول مثلا وليكن انامال. الفاليو بتاعته انامال. وجيت هنا في الكات هقول انها اسمها كيتي عظيم جدا. فبالتالي لو جيت قلت له اطباع للنيم هنشوف انه اولوية قصوى هتكون هي الكيتي. لما اجي اعمل هيقول لي كيتي. طيب لو البرو بيرتي ده مش موجود على طول حينتقل ويجيب لي البرو بيرتي اللي في البرنت. فبالتالي لما اجي هنا هيقول لي انامال. طيب ده بقى بيخلينا نستخدمه في ايه? نستخدمه في حاجات كتيرة زي ان انا بتحقق ان فعلا في قيمة معينة انا منتظرها بشكل معين من الكات لكن لو في حالة ان هي ديفولت جات لي من الانيمال على طول ببدأ اعمل تانية وهندل فيها الحاجة اللي انا عايزها. طبعا ده ممكن ما يكونش واضح لك بمثال لكن نفهم كده ان فكرتها ان هي بتخلينا واعمل على القيم اللي جاية من فبالتالي لو جيت عملت وسميته والدوك ده بص بركز معي من عظيم وجيت هنا قلت انا هقول ان عندي ده اسمه اوكي وجيت عملت وهقول ان هو ميك ساوند وهيكون مسلا الصوت بتاع الكلب اللي هو احنا عارفينه فبالتالي لو جيت قلت انا هشغل بتاع الدوك وهغير بقى ده وهقول ان هو دوك هاتلي اللي هنا اللي هو موجود هنا في الدوك هيحصل ايه? هجب لي دوكي عظيم لكن لو قفلت بتاعت الدوك هيجب لي الكيتي ليه? لان هو لا ان الكيتي هي البيرنت بتاعت الدوك طيب لو جيت شلت مرة تانية النام بتاعي اللي في الكيتي هيحصل ايه? هيروح يجيب لي البيرنت اللي هو بقى المين بيرنت اللي هو الاب او الجد اللي هو ده فبالتالي دي فكرة البوليمورفزم انه هو بي اوورايد على الديتا اللي موجودة في الكلاسز وبيديني الديتا بشكل مختلف ده طبعا ممكن نشتغل فيه مع الريليشن شاب لما نيجي نعمل الريليشن شاب في الان في سي ونشوف ازاي احنا ممكن نكرييت موضل والموضل ده ونخليه يعمل مثلا بيلونج ستو علاقة مع جدول تاني الجدول ده بيستخدم كلاس تاني فبالتالي انا بخزن الكلاس ده على داتا بيز وابدأ استرجع البيانات دي بحسب الكلاس اللي انا خزنته في الكولوم عندي في داتا بيز هناخد فكرة عنها لكن دي ابسط فكرة ان احنا نفهمها ان هو هنا لما لقى ان في اولا لقى النام هنا عندي موجود في الانيمال نزل تحت لقى ان في نيم تاني فادى الاولوية للنام لكن لو لقى هنا في الديم هلاقي ان هو ادى الاولوية للنام ده فبالتالي لما اجي اعمل الريفراش مرة تاني هيديني الدي اللي هي دي فبالتالي لو جيت قلتها بشغل الساوند بتاع الكلب ده فبالتالي لجهاج اعمل الريفراش هيجيب لي الساوند بتاعه زي ما احنا عارفين لو طبعا قفلت الماثود هيجيب لي بتاع القطة طيب لو قفلت بتاع القطة هيجيب لي بتاع الانيمال فهي فكرة ان هو بي ريفرس يعني يدى ياخدها بشكل تنازولي يعني هو ده اعلى حاج وده المستوى الاقل وده اول مستوى خالص فلاقى ان المستوى اعلى مستوى مش موجود في الماثود لقى ان الماثود دي مش موجودة راح جايب الماثود اللي موجودة هنا طيب لقى ان المستوى اللي هو رقم اثنين موجود في الماثود على طول حيدي الاولوية ليها طيب لقى ان المستوى اللي في الرقم ثلاثة اللي هو الاعلى مستوى اللي هو الدوج هعمل ريفرش هيجيب لي الاولوية بتاع الماثود وهيديني القيمة اللي جاية من الماثود دي كانت فكرة البالي مارفزم نعف على كده ونكمل في درس جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته